موسم البر أصبح موسم البر جزءاً مهماً في حياة المواطن البحرين بما يحتويه من أنشطة ترفيهية وحياة اجتماعية متميزة وفي هذا الإطار تحرص المحافظة الجنوبية على توفير كافة العوامل التنظيمية ومقومات السلامة من أجل إنجاح موسم البر يجسد موسم البر في مملكة البحرين واقعاً مشرفاً للشاركة المجتمعية من خلال منظومة من العمل المتكامل بين عدد من الجهات المعنية في مقدمتها المحافظة الجنوبية التي تقوم بدور رئيسياً في تنظيم موسم البر في المحافظة الجنوبية أخذنا على العتقنة إدارة هذه الموسم الأشراف عليه بتوجيهات مباشرة من سمو المحافظ وتوجيهات الله يحافظها طول العمرة كانت تنصب في أمن وسلامة مخيمين بالدرجة الأولى وطبعاً غير ذلك التعاون والتنسيق مع الجهات المشاركة في الموسم ويأتي على رأسها طبعاً الشركات الثلاثة الرئيسيين اللي هي وزارة داخلية ومثلة في مديرات الشرطة المحافظة الجنوبية وكذلك الدفاع المدني والدرع من المرور والأخوة في البلادية المنطقة الجنوبية والأخوة في شركة تطوير البترول في إطار العمل على تعزيز السلامة المرورية خلال موسم البر تواصل الإدارة العامة للمرور دورها في إنفاذ القانون من جهة وإطلاق حملات توعوية من جهة أخرى من أهم القواعد اللي ينتمنى من الجميع الأخذ فيها اللي هي عدم استعمال هاتفة نالقيادة والأهم أن التجاوز الخاطئ اللي قد رح تسبب حوادث أو السرعات اللي تعرف أنت اللي خلال موسم التخييم الناس موجودة العوايل موجودة الأطفال موجودة فحفاظا على سلامتك وسلامة القير تجنب هذه المخالفات اللي قد تأثر عليك وتأثر على القير أتمنى من الجميع التعاون مع الإدارة العامة للمرور تم التنسيق والتعاون المشترك ما بين إدارة العامة للدفاع المدني والمحافظة الجنوبية على ضوء ذلك تم نشاء فريق عمل ميداني لزيارة المخيمات والهدف من هذه الحملة لتوعية المخيمين برشادات السلامة لضمان سلامتهم في هذا الموسم أهم من الصائح اللي نعطيها المخيمين هي عدم مشعال النار داخل الخيمة عدم التدخين عدم استخدام المنقلة في الداخل لتفادي تصاعد الغازات السامة وما تأدي إلى وفاة المخيمين كما يتكامل مع هذا الدور جهود الإدارة العامة للدفاع المدني من أجل سلامة مرتادي البر وهو أمر يلمسه الجميع فيما تتولى مديرية شرطة المحافظة الجنوبية دورا تنظيميا وتأمينيا مهما ليبقى الأمن والسلامة عنوانا لموسم البر والذي يعد موسما ترفيهيا للكثير من أبناء البحرين ترجمة نانسي قنقر